القاضي أمامكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام أهلا وسهلا بكم في كل مكان فيديو جديد حلقة جديدة هنتكلم فيها بالتأكيد عن النادي الأهلي وهنتكلم فيها عن باقي الأندية المصرية لكن في البداية ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بها فيديوهاتنا وهي الصلاة على الحبيب فاللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بعد إذنك بعد ما تعمل اللايك الجميل للفيديو علشان نوصل الحلقة لكل الناس وبعد ما تكتب لي في التعليقات عاشي الأهلي وجمهوره العظيم عايزك ترضيلي في الكومنتات بدون أي إساءة أو تجاوز على التلقيح التلقيح والإهانات الحاجات دي اللي بيعملها الأخ دونجة ضد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وعلى طول أخبرنا من النادي الأهلي الأهلي بيخسر من نادي السيسي فرانكا البرازيلي في مباراته التانية في بطولة الإنتر كونتينيان الكاب تسعين سبعين في المباراة التانية إن النادي الأهلي حذره أو حظوظه في التأهل واللعب على الميدالية البرونزية في كأس العالم أو كأس القرات للأندي الأبطال النادي الأهلي حينتظر مبارات الغد ما بين الأمريكي والبرازيلي في وسط الفريق البرازيلي بأي نتيجة يعني يضمن للنادي الأهلي اللعب على الميدالية البرونزية لكن فوز الفريق الأمريكي على الفريق البرازيلي حيبعد الأهلي تماما عن المنفسة عن المركز التالت والرابع وكمان حيلعب بالمركز الخامس والسادس ولكن السؤال هنا بالنسبة للنادي الأهلي وحظ النادي الأهلي مهما كانت النتائج أو مهما كان اللي بيحصل لعيبة النادي الأهلي شرفونا شرفوا الكرة المصرية والرياضة العربية شرفوا الرياضة الإفريقية كأول فريق مصري عربي إفريقي بيفوس في كاس القرات ويكسب مين؟ يكسب فريق من أمريكا؟ تعالا نروح للنادي الأهلي اللي بعد راح 24 ساعة تم منحها من ألم السيد مارسل كولر بالأمس للعب النادي الأهلي النهاردة النادي الأهلي بيعود الأهلي اللي نهاردة بيعود للتدريبات الجمعية استعدادا لبنبارات تأسان جورج الأسيوبيوم الحد اللي جاي إن شاء الله في زهاب دورل 32 في بطول الدوري أبطال إفريقيا على ملعب استاد القاهرة في تمام الساعة السابعة مساء مجموعة من التحذيرات للعب النادي الأهلي وتحذيرات بالجملة للعبين طلب السيد مارسل كولر الضرورة تحقيق نتيجة إيجابية وأقصى درجات التركيز في مباراة الزهاب اللي هي المباراة الأولى واللي بيطالب بها اللاعبين بإحراز أكبر عدد من الأهداف لإنهاء الأمور مبكرا للنادي الأهلي كمان طالب اللاعبين إن لازم نحط دايما سيناريو المباراة اتحاد العاصمة نصب أعيننا وإن مش معنى إن الماتشين هيتلعبوا في القاهرة هيبقى معنى كده إن النادي الأهلي ضمن التأهل للدور القادم في بطول الدوري أبطال إفريقيا مرسل كورر أكد على اللاعبين وحذرهم من سيناريو مباراة اتحاد العاصمة كمان طلب من الجهاز الفني والمعاون مخطط الأحمال أندرياس بوضع برنامج بدني لتجهيز اللاعب اللي هو مهاجم النادي الأهلي الجديد والقناص أنتوني مودست واللي لسه بدري قوي وكتير عالي قوي بسبب عدم وجود اللياقة البدنية ودقا واضح أو عدم وصول اللاعب للفورمة البدنية اللي تؤهله إنه يظهر كل إمكانياته مع النادي الأهلي كان في جلسة ضمنت لمودست جمعت مودست مع السيد مرسل كورر وطم الحديث عن أن اللاعب لازم ينفس كل التعليمات ولازم ينصهر ويندمج مع لعب النادي الأهلي من أجل الفورمة الفنية من أجل الفورمة الفنية والبدنية خلال أقصى موعد وأسرع وقت ممكن عشان يقدر النادي الأهلي يستفيد منه بخدمات اللاعب أنتوني مودست اللي لسه ما جابش أي حاجة من مستواه بالنسبة للسيد كارلوس برينجر المدرب المساعد الجديد في جهاز السيد مارسل كولر السيد مارسل كولر كلم مجموعة من الطلبات واللي من ضمنها أن يكون في أي مباريات ودية لللاعبين اللي ما بيشاركوش مع النادي الأهلي في المباريات أو المستبعدين من مباريات النادي الأهلي الرسمية الرجل طلب أنه يكون في أي مباريات ودية ولو حتى مع عندي درجة تانية ودرجة تالتة المهم أن يكون فيه مباريات بعد المباريات الرسمية تاني يوم وده اللي كان بينفزه بالمناسبة ريني فيلر المدير الفن السابق للنادي الأهلي أني دايما كان بيبقى تاني يوم من مباراة النادي الأهلي اللعب اللي ما شاركوش في المباراة بيلعبه مباراة ودية ولو اتقزمت الأمور ومش لقين فرق اللعبها باللاعب فريق الشباب من الاحتياطيين وكمان بيكون فيه مباراة لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين للموسم الحالي المزدحم جدا بالمباريات عايز أقولك بالنسبة لدنجا من آمن العقاب أساء الأدب وكل الأدب نزل معرفش بيقولوا إيه على الإستجرام بوست بقى كده ولا تويتا نزل الصورة دي على الإستجرام للمرة التانية على التوالي رقم 8 للرجال فقط رقم 8 للرجال فقط كنوع من أنواع الإسقاط والتلسين تلقيح وعارفين حضراتكم مين اللي بيلقح على إمام عشور لاعب النادي الأهلي ولاعب الزمالك السابق واللي كان بيرتدي الرقم 8 أنا بس عايز أقول وارد جدا إن نبيل عماد دنجا دنجا يا جماعة قصمان بالله كان هيموت ويجي النادي الأهلي والله يوقع للنادي الأهلي بضل المرة اثنين أيام محمد فضل وأيام أمير توفي ولكن كانت المشكلة إن كل أما يتغير مدير فني يقولك لا مش عايزه عايز الأفضل عايز الأحسن درقم واحد درقم اثنين أعتقد مش الرجول يا دنجا الحركة اللي انت عملتها في زيزو ولا أنتم عندكم بيعلموكم إن الرجالة لازم تمام يلعبهم مع بعض لازم يعني يصبحوا على بعض هي دي الرجالة لو دي الرجالة يبقى إحنا الحمد لله ملناش في الرجولة بتاعتكم دي لو أنت في الرجولة بتاعتك إنك تجيب جون تروح تغري في صاحبك دي حاجة ترجع لك أنت مش بتاعتنا الرجول يا دنجا الرجول يا دنجا مش فيه إنك عشان جيب تجون تطلح تلقح وانت عارف مين بيلقح على لاعب سابق في نادي الزمالك اسمه إمام عشور الرجولة ما ظهرتش لي قدام أرتلاس لور اللي هم بتوعجاز دول لما خرموا التانك بجونين في نادي الزمالك ما عملتش راجل ليه وذكر وعرفت تكسب فرقة أرتلاس لور أو حتى تتعادل معها فرقة الأول مرة بتكسب في حياتها وافتاريخها في بطول الدوري أبطال إفريقيا المقاولين يعني المقاولين يعني رزعوهم تسعة قبل كده وخسروا السنة اللي فاتت 14 صفر كنت فان يا بالرجولة وقتها بالرجولة وانت بتطلح حصالة في إفريقيا السنة اللي فاتت والسنة قبل اللي فاتت كنت فان محدش شافك فما تعملش راجل على حاجة ملهاش أي 30 لازمة اعمل راجل انك تجيب بطولة الناديك الغلبان اعمل راجل انك تفرح الجماهير الغلابة اللي مش عارفة تفرح بقالها سنين وسنين وسنين العب ويكسب بطولة إفريقيا مش الكونفدرالية دي مش بطولة اكسب دوري أبطال إفريقيا الرجالة هي اللي بتكسب دوري أبطال إفريقيا لكن اللي بيغرفوا صحابهم بعد ما يجيبوا جوان دول انت عارف هم ايه كويس وانا مش هقولك بس انا مش هقولك الوصف بتاحه لان امام عشور فنيا وده مش كلام ارقام تقول انه يعني يفصل منك عشرة مش هقولك بقى امام عشور راجل ولا مش راجل انت تقدر تقدرها لو انت كنت جربت امام عشور وتعرف امام عشور كويس راجل ولا لا حاجة كمان عايز اتكلم في نقطة مهمة جدا بالنسبة لنادي اتحاد جدة السعودي واللي من المنتظر بنسبة 95% يواجه النادي الاهل في كأس العالم للاندية في الدوري التاني من بطولة كأس العالم اللي هتقام 12 ديسمبر والمباراة هتقام 15 ديسمبر القادم باذن الرحمن نادي اتحاد جدة السعودي بيتلقى ضربة موجعة باصابة لاعبه ومدافعه احمد شرحيلي بقطع في الرباط الصليبي يتأكد غيابه ولنهاية الموسم الحالي بكده نادي اتحاد جدة بيفقد احمد حجازي بيفقد احمد شرحيلي ضربة موجعة لخط دفاعات اتحاد جدة قبل مواجهة النادي الاهلي طبعا احنا بنتمنى اكيد الشفاء لمدافع اتحاد جدة السعودي عايز اتكلم في نقطة مهمة جدا فيما يخص صفقات النادي الاهلي النادي الاهلي شغالين فريق الكابتن كمان الهانة رمزي شغالين كويس جدا بالاضافة بالاضافة يعني للناس اللي تبع السيد مرسي القولر على صفقات يناير وتدعيمات يناير واحتياجات مرسي القولر في يناير القادم باذن الرحمن مرسي القولر حاجة واحدة اكد عليها لمدافع او اتنين مرسي القولر بحاجة الى باك شمال بديل لعلي معلول مرسي القولر بحاجة الى جناح يمين ولكن الاولوية لأول اتنين مدافع عايزين مدافع يجيد اللعب بالقدم اليسرى والباكليفت دولي يقدر يكون خليفة عالم معلول تمام يكون قوي في النادي الاهلي تمام فلجنة التخطيط شغالة على كذا لاعب تحت السن لعب اجانب تحت السن ولكن المشكلة اللي هتواجه النادي الاهلي في حال ضم اللعب الاجانب لتحت السن ان النادي الاهلي نفس المشكلة اللي واجهته في موضوع كريستون اتحاد القرى عمل ليحة ان من حق كل نادي له خمسة اجانب بالاضافة لتلاتة اجانب تحت السن يكونوا متفوتين في الفئة العمرية يعني ما تضمش اتنين مثلا بنفس الموليد تحت السن يعني لازم واحد يكون الفين وتلاتة وواحد يكون الفين واربعة ما يكونوش كلهم الفين وتلاتة المشكلة ان النادي الاهلي اللي هي بتقول خمسة بس في المباراة معنى كده انك مش هتقدر تستفيد بالتلاتة البقيين مش هتقدر تستفيد بتلات لعيبة في المباريات المحلية في بطولة الدور المصري علشان كده النادي الاهلي بيفكر انه يقدم مقترح لاتحاد الكرة ولو حتى السنة الجاية علشان يتم إلغاء فكرة ان خمسة بس اللي يكونوا موجودين في الملعب او يلعبوا يعني بيعمل الفكرة دي وانه يعني عايز ما يكونش خمسة بس اللي هم موجودين في الملعب النادي الاهلي بيعني بحاجة لتدعيم صفوفه باكتر من لاعب اجنابي تحت السن تمام فيما يخص نادي الزمالك ومبارات بتوع الجاز امبارح اكد على التصريحات بتاعة ماركة الاسبانية وقال انا قلت ان في لعيبة بتصهر ولعيبة بتشرب شيشة والاخ محمد براكات وعده مجلس الاتحاد المصري بدل ما يطلع ينتقد اسيريو وبدل ما يطلع يدافع عن اللاعبين المصريين محمد براكات اكد محمد براكات اكد وقال ايوة يا جماعة في لعيبة بتشرب شيشة انا بس عايز اسأل سؤال هو لو كان مارسي الكلر اللي قال كده مكان اسيريو تفتكر ان محمد براكات كان هيسكت تفتكر محمد براكات كان هيطلع يقول ايوة يا جماعة لعيبة بتشرب شيشة تفتكر حازم امام كان هيختفي من المشهد تفتكر الاعلاميين بتوع المصاطب وتحت بير السلم كانوا هيسيبوا كلر في حاله ده كانوا طلبوا بترحيله من اول ساعة ما قال كده لكن اسيريو كلامه صح كلامه مصدق فعلا في لعيبة بتاعة نسوان وفي لعيبة خامرجية وفي لعيبة بتشرب شيشة تمام وشيشة ايه متنغمصة وشيشة ايه يعني حاجات متنغمصة كده يا باشا لكن لو كلر قال كده على ولادنا تمام هيقول لك لا احنا ولادنا اشرف من الشمس لعيبتنا اشرف من الشرف يا كلر احترم نفسك واطلع برا مصر خالص هو ده يا جماعة الاعلام المصري والتناقض عدو اتحاد الكرة بدل ما يطلع يدافع حتى لو بالكد على اللعيبة بتاعته لا ده طلع بيأكد ان لعيبة مصر بتشرب شيشة وبتصحر وبتعنس وان كمان اذا لذا الامر براكات قالك المشهد اللي انتهى بمباراة الزمالك وبرامة زغير مقبول بالمرة ويجب ان لا يمر مرور الكرام يجب معاقبة اطراف هذه الازمة والله ده على اعتبار ان انت ملكش اي دور في اتحاد الكرة ده على اعتبار ان انت هوى بلونة في اتحاد الكرة الكلام ده تقوله لنفسك الكلام ده تقوله لنفسك على فكرة عايز اقولك او عايز اقولكم العقوبات وفقا للليحة لو انا عندي ربطة اندية محترمة بتحترم الليحة بتاعتها اللي حطيتها من قبل الموسم العقوبات دي هي العقوبات دي هي اللي من المفترض اللي هتتنفذ ويتم اعلانها في مباراة واحدة مباراة الزمالك وبرامدس والسب الجماعي مبارح كان فيه سباب جماعي ضد اللاعب يوسف اسامة نبي اتشتب بالام بالفاظ فوق الوصف ما شاء الله جماهير الزمالك مبارح كانت جماهير محترمة جدا اه شتموا اللاعب بامه واللي جاب امه كمان في السب الجماعي عشرين الف قصف الكرات في الملعب سيبك من كرة محمود علاء في كرة تانية الجهاز الفني بتاع نادي الزمالك ونادي برامدس بيلعب القوت راحوا رميين كرة علشان يعطوا اللاعب فرصة فحدفوا الكرات بغرض اللاعب وإضاءة الوقت خمسين الف جنيه الاعتراض على قرارات الحجم أثناء أو بين الشوطين أو بعد المباراة شفنا جون بيرامدس اللي حصل وظهروا راح قالك الجلابية ونزل لهم بالشرطة والفنينلة والحملات راح للحكم الرايا وقعد يشد مع الحكم الرابع ومتحة عبدالهاد راح للحكم الرابع وقعد يزعق وحتى شيك باله راح أمن على الدكة وراح عمل الفيلم بتاعه وخذ اللقطة بتاعته مع الحكم الرابع اعتراض قذر ولا مش اعتراض يا متعلمين يا بتوع المدارس اعتراض بين الشوطين نفس الكلام راحوا يتكلموا مع الحكم على الهدف بتاع بيرامدس بتاع عبدالله السعيد الاعتراض بياخد خمسة وعشرين الف جنيه محاولة الاعتداء على أحد عناصر اللعبة عدل حكام عناصر اللعبة لاعب جهاز فني وجهاز معاون دول عناصر اللعبة أعضاء مجلس إدارات دول عناصر اللعبة اللي بعد الماتش ده كان محاولة اعتداء ولا مش محاولة اعتداء يا متعلمين محاولة اعتداء متحة عبدالهادي مخطط الأحمال بتاع الزمالك خوان كارلس أوسيريو من الناحية التانية محلل الأداء بتاع بيرامدس والأخ باتشيكو من الناحية التالتة وناس تانية من بيرامدس مش عارفين أسمائهم لأن في الجهاز البرتغالي بتاع باتشيكو العقوبات إيه 3 متشات إيقاف و20 ألف جنيه غرامة هالربطة الأندية فيها رجل يعرف ياخدوا العقوبات دي ضد الزمالك أو بيرامدس في حال السلوك غير الرياضي إذا ما وصفوا الموضوع سلوك غير الرياضي مش محاولة إيقاف أربع مباريات و20 ألف جنيه غرامة محمود على إيقاف مباراة محمود على إيقاف مباراة تمام كده المباراة يعني لأنه خد كارت أحمر يستحق عايز أقول لك كمان قلت لك قبل كده في عيل بيطلع على اليوتيوب مش عارف يعني أنا مش عارف اسمه إيه بصراحة يعني أنا عايز أقول لكم إن الودة كان شغال ومازال يعمل كمنصف في نادي الطموح وبيقبط بالدولار بالمناسبة شوف تتكلم على خنائة الشوارع إمبارح ما طلحش يتكلم هو شاطر بس يطلع يقول لك إيه مليون جنيه غرامة على كهرباء بسبب الصهر لأوقات متأخرة سيد عبد الحفيز ضرب كهرباء بالألم كهرباء ضرب إمام عشر بالقافة مش عارف مين عمل إيه قولا واحدا أي حاجة فيها سلبيات هنخترحها ونطلع نهد في النادي الأهلي بس ليه لأن النادي الأهلي بيقبض به يعني بيعمل بيلعب على كده على فكرة هو بيقبض على كده عايز الدليل هل جاب لك سيرة الخناءة بتاعة إمام عشور بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لو عجبك الفيديو بكده نكون وصلنا لنهد في النادي الأهلي بيقبض